السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يارب اسهل حلوة ممكن تحضرها لشرب الشاي اقتصادية بكمية كثيرة بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت كتجيل ديدة بثاف متشبهوش منها الى اعجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش خليوا لايك وتبارتجوا مع اصدقائكم لتعم الفائدة نحتاج كأس الا ربع من السكر معيار الكأس 150 جرام السكر من الافضل يكون رقيق فانيليا كيس واحد فقط او ملعقة صغيرة رشة ملح لتحسين الضوء بيضة واحدة بيضة كبيرة نخدم المكونات جيدا بالطراب اليدوي حتى يضب السكر ممكن تخدمه غير بيديكم الحلوة سهلة سريعة لتحضير ممكن تحضرها في اخر لحظة نحتاج كأس الا ربع من الزيت نباتي نمزج المكونات جيدا حلوة اقتصادية بلا كطرة القوام نزيد نضيف من العقة صغيرة من القرفة متحونة من العقة صغيرة زنجبيل متحون نصف كأس من النشا او ميزينة المكونات جيدا نضيف 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 خميرة الحلويات 8 جرام كيس واحد فقط ندخل الدقيق في الخليط نضيف مرة اخرى كمية الدقيق ممكن نضيفه اكثر ممكن اقل على حسب نوعية الدقيق المهم نضيف الدقيق حسن نحصل على عجينة اللي تكون رطبة متكونش قاسحة نضيف نصف كأس من الدقيق هذه العجين هزلي جوش كيسين ونصف من الدقيق نجمع العجين حسن نحصل على العجينة تكون رطبة متكونش قاسحة عجين غير كنجمعه مكند الكوش هذا هو القوام دي العجين عجينة رطبة كيف تشوفو نقسمها الى نصفين نشكله على شكل كوراس على هات الشكل هذا كورا نغطيها بكيس غذائي وضعها جانبا باش مينشفش لي العجين والكورة الثانية نخدم بها نطلقها بالمدلك انا عملت كيس غذائي تحت العجين وكيس غذائي فوق العجين كيف معودتكم دائما هذا الكيس الغذائي او كيس بلاستيكي يسهل علي نطلق العجين بكل سهولة نطلقه بالمدلك على هات الشكل هذا السمك ما كيكونش غلاد بزاف وما يكونش رقق بزاف نطلق العجين على شكل مستطل هذا هو السمك اللي حصلت عليه نحساج طابع دائري اللي غنطبع به العجين نوضعه في الدقيق قاعد نطبع به بغيتو هم يجيكم كبار كيس عملو طابع كبير بغيتو هم يجيكم صغير كيس عملو طابع صغير طابع كنوضعه في الدقيق قاعد نطبع به نطبع في الوسط على هات الشكل هذا طريقة سهلة من بعد كنهز بكل سهولة نحصل الى هات الشكل هذا نوضع في الصينية لغطه الفرن الصينية انا فرجت لها ورق الزهده إلى ما كانش مصفر عندكم ممكن تهنو الصينية دي لكم بالقليل من الزيت نصمر بنفس الطريقة حسن هز الكيمية كاملة نحطها في الصينية البقية دي للعجين كنعود نجمعه ونزيد عليه العجين الثاني اللي بقي عندي ونطلقه بالمدلك بنفس الطريقة اللي عملت في الأول نطلقه بالمدلك بنفس الطريقة اللي عملت في الأول كيف قلت لكم السمك ما يكونش أرقيق بزيف وما يكونش غلط بزيف نطبع بالطابع طابع كنوضعه في دقيقات كنطبع به إذا طبعته بالطابع صغير ستحصل له كمية كثيرة نسمر بنفس الطريقة من بعد نهزها ونضعها في الصينية لغطه الفرن كنزول العجين من الوسط كنهزها بكل سهولة ما كتلسقش ليا نهائيا لأنني وضعها كيس بلاستي كيسحت العجين كيسهل عليها أن ينهزها بكل سهولة قبل ما ندخله من الفرن ندهل الوجه بأصفر البيض ونزين بالجنجلان أو السمسم ندهل الصف الأول نزينه بالجنجلان هذا ندهل الصف الثاني حتى هو نزينه ما ندهنش الكمية كاملة لأنا سوف نشفليها كان من رشة خفيفة من الجنجلان أو السمسم على هذا الشكل هذا ونعمل ندهل الصف الثاني حتى هو نزينه بالجنجلان حصلت لهذه الكمية إذا ضعفت المكونات حصلت له إلى كمية أكثر حلوة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة ممكن تحضرها في آخر لحظة حسن القرفة والزنجبيل اللي عملت فيهم كيعطوهم مدق مختلف السمر حسن نكمل كمية كاملة هذه الصنية الثانية اللي حصلت عليها ندخلهم الفرن ساخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة طروري الفرن يكون ساخن من قبل الفرن أنا شعلت لي غير ملتحت حتى الطيب الحلوة عاد كنشعل ليهم الفوق تاخد لون ذهبي ندخل هالفرن ونعود نرجع معكم من بعد ما الطيب الحلوة هذا هو الشكل دياله من بعد ما طابت كتجي طيبهم سيان ناجحها 100% هذا الشكل دياله ملتحت هذه الصنية الثانية ونعود نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي هذا هو الشكل النهائي حلوة الطابع أو حلوة الزمن الجميل حلوة سهلة سريعة اقتصادية بكمية كثيرة بمكونات بسيطة حلوة بلا كطرة القوام ببيضة واحدة فقط هذا هو الشكل دياله عن قرب نقسم لكم واحدة باشتوفوا الشكل دياله كيف يعمل من الداخل ممكن تقدموها مع الشيء أو القهوة إذا أعجبكم فيديو دياليوم ما تنسوش خليوا لايك وسبارتاجوا مع أصدقائكم لسعهم الفائدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله اشتركوا في القناة